ترجمة نانسي قنقر تقييس والتعدين والتي عقدت بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة وبين العلوي بأن استراتيجية قطاع الصناع لمملكة البحرين 2022-2026 ترتكز على رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي وهو ما سيصب في الدفع بالعمل العربي الصناعي المشترك وصلت الاجتماع الضوء على عدد من المواضيع منها نتاج الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وأفاق شركتهم المستقبلية بالإضافة إلى عرض مقدم من الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية حول المبادرة العربية للدستور الغذائي واستراتيجية التكامل الصناعي واستعراض إطارها العام منحت الجمعية الملاكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة جائزة السلامة والصحة المهنية لهذا العام لشركة الخليج لصناعة البترو كيمويات وذلك عن فئة القطاع الكيميائي العالمي وقد أعرب المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز مؤكدا بأن جيبك تعمل جاهدة لتكريس الالتزام التام بمعايير ومبادئ الصحة والسلامة المهنية في جميع مراحل عملياتها التشغيلية هذا وتعاد جوائز هذه الجمعية من آرق الجوائز الممنوحة في قطاع الصناعة بالمملكة المتحدة وتحظى هذه الجوائز بتقدير كبير ومشاركة واسعة من مختلف منظمات دول العالم والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية وللحديث حول آخر أخبار أسعار الفائدة وتأثيراتها على الأسواق المالية العالمية يسرنا أن ينضم معنا في استيديو مركز الأخبار السيد إيهاب رشاد المدير العام لشركة مباشر كابيتل البحرين أهلا بك أستاذ معنا في استيديو مركز الأخبار بداية شاهدنا قبل أيام قرار تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لينضم بذلك إلى البروك المركزية الأخرى في كندا، سويسرا، سويد التي بدورها تخلت أيضا عن سياسة رفع أسواق الأسعار الفائدة بسبب تداعيات كورونا برأيك ما هو قراءتك لهذا القرار؟ طبعا إحنا شفنا أن فيه تجديد نقدي كان متواجد معنا من 23 وكمان دخل في أول 24 بس التجديد النقدي للتبعات البنوك المركزية أثر بالسلب على النمو وخاصة أن الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا وفرنسا حصل فيه تباطؤ في الاقتصاد وبالتالي حصل التباطؤ ده معاه أنه فيه انعكاس سلبي على الاقتصاد ونمو الاقتصاد والتشغيل فبالتالي كان قدام الاتحاد الأوروبي أحد المسلكين إما يستمر في التشدد ويضحي بالنمو الاقتصادي أو يبدأ أنه ياخد السياسة مغيرة للتشدد الاقتصادي ويبدأ أنه يخفض الفائدة وده ما حدث فعلا يوم الخميس المناطي بتخفيض حوالي 25 نقطة أساس وبالتالي بدأ الاتجاه إلى تخفيض الفائدة طب هل التجاه للتخفيض الفائدة ده ممكن يكون ليه تداعيات قريبة أو تداعيات على المستوى الاقتصاد الأوروبي وينعكس على الاقتصاد الثانية؟ نعم بالفعل لأن بداية التخفيض أو نهاية التشديد النقدي حيتابعوا بعض الخطوات الثانية من حيبقا ضمنها أنه يحصل أن فيه تخفيض ثاني ممكن يتم خلال 24 وفي بعض المحللين يقولون أنه يحصل تخفيضين بـ 250 نقطة وليس بـ 25 نقطة لغاية آخر 24 لأن التداعيات الموجودة على الاقتصاد بشكل عام وينمو النظام البطالة وينمو بعض المؤشرات اللي بتدل أن التباطؤ سيستمر هو ده اللي خلق الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي في الاتحاد الأوروبي أنه ياخد اتجاه مغير للسياسة التجديد النقدي اللي هي بدأت فيه 23 نعم طيب بالنسبة للفيدرالي الأمريكي هل تتوقع أنه راح يمشي في نفس السياسة هل سيبقى تدريجيا في خفض أسعار الفائدة؟ الفيدرالي الأمريكي قدام منه تحدي أنه هو الغاية اللي التي التضخم لازال مستمر ولو يصل إلى المستويات اللي هو كان بلد انتهجها اللي هي حوالي 2% أو عايز يوصلها إلى 2% فبالتالي هو عنده بين خيارين وبالتالي فيه غموض مع الفيدرالي وما ممكن أنه يأدي أو أنه يوصله هل هيقدر أنه هو يستمر على هذه السياسة النقدي المتشددة والارتفاع في الفيدر ولا هيبدأ أنه يحضر نفسه أنه يخفض طبعاً اللي بيحضر التخفيض بيكون البيانات المالية اللي بتصدر من المؤشرات الابتصادية ويمكن أهمها بتبقى مؤشرات البطالة فطبعاً طول ما فيه بطالة منخفضة فده بيشجع أنه هو يزود التشديد المالي إنما لو البطالة بالاتزيد فده بعد أن الابتصاد بدأ أنه يعاني فمعناه أنه لازم يأخذ أحد الخطوات ويضحي زي ما ضحى البنك المركز الأوروبي وأنه هو يبدأ أنه يخفض الفيدرالي هو مؤشر عليه طيب المستثمرون والمتداولون كيف استقبلوا هذا القرار؟ طبعاً بالنسبة للمستثمر والمتداول الفايدة عامل رئيسي في القرار ليه؟ لأنه كل ما بطالة على الفايدة فده معناه أنه هو يتكبد تفايد عالية فبالتالي النشاط الاقتصادي بيقل وبالتالي حيبقى فيه عنده أعباء والشركات اللي هو بيستثمر فيها بالتالي حيبدأ أرباحها ناتقل والعكس صحيح لو بدأت أن الفايد ناتقل فبالتالي معناه أنه فيه أريحية في التعاملات وفيه بدأت تكلفة قل فبالتالي الاستثمار بيزيد وبالتالي ينعش الاقتصاد أو ينتعش الاقتصاد بشكل أو باخر فطبعاً المستثمر في الأول وفي الآخر يهمه الفايدة أو المصلحة اللي رجع له وبالتالي هو يتاكه نحو انخفاض الفايدة وانخفاض معدلات الفايدة عشان هو يحقق من وراها مكاسب يقدر أنه هو يوصوها نعم أستاذ إيهاب رشاد مدير عام شركات مباشرة كابتال كنت معنا شكراً لتوجودك معنا في سيدو مركز الأخبار شكراً جزيلاً باك